كايا عين صاد لك رحمة ربك عبده زكريا إذنا دارا فهولداء خفيا قال رب إني وأنا نعوه مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ذلك رب شقيا فإني خفت المواد يمي ورائي وكانت امرأتي عاقبا أدلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوبا واجعل رب رضيا يا زكريا إنا نمشرك بظنام نسكه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب إنا يقول لي غلابا وكانت امرأتي عاقبا وكانت امرأتي عاقبا وقد بلغت من الكبر عجليا قال كذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم ده شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وقرج على قومه من المحرابا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرزا وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحم صبيا وهلالا من لدنا وزكاتا وكان تقيا وبرا بوالدين ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إن تبدت من أهلها مكانا شريا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إذا كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهدنك ظلاما زفيا قالت أنا يكون لي ظلام ولم يرسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي غيل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا أقضيا فحملتها فبدت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني من تقبل هذا وكنت نسيا من سيا وقالت يا ليتني من تقبل هذا وكنت نسيا من سيا فنادها من تحتها ألا تحسني قد جعل ربك تحتك سليا وغز إليك بجد نخلة تساقط عليك رطبا جليا فاكني واشربي وقرعي عينها فإنا ترئن من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم ينصيا فهزت في قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جدت شيئا فريا يا أختها أظن ما كان أبوك رأسه وما كانت مكبغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صفيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصى لي وأوصى لي بالصلاة والزكاة ما كنت حيها وضرعا بوالدتي وضرعا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أبوت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فافتنف الأهزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنجرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في ضفعة وهم لا يؤمنون إنا نحن ندف الأرض أمن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبدي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبدي إني قد جاء من العلم ما لم يهدك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبدي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبدي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أعلم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لن لم تنتهي لأرطمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حميا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلن نعفز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسعاق ويعقوبا وكلنا جعلنا نبيا ورغبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جالب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه آروم نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعد وكان رسولا نبيا وكان يأثر أهله بالصلاة والزكاة وكان عاد ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ومفعناه مكانا عاليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من المدين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا نعروح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسراء قائل ومن من هدينا واجتبينا إذا تثنى عليهم آيات الرحمن لفروا سجدا فروا سجدا فروا سجدا وضكيا فخلف من دعده الخلف أضاع الصلاة وانتبعوا الشهادة فسوف نلقون غيرا إلا من ترى وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالضيب جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالضيب إنه كان وعده مهديا لا يسنعون فيها نغوا إلا سلامها ولهم رزقهم فيها فكرة وعشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كان تقيا وما نتعزن إلا بأمل ربك له ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده فاعبده واصطر عبادك أن تعمق له سميا ويقول الإنسان إذا ما بنت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان إذا ما بنت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قدر وذبهك شيئا فوردك لنكشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم هذيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم نشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم وإن منكم إلا والدها كان على ربك حسن قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جديا وإن تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقابا وأحسن لديا وكم أهنكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الضلالة هل يمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شهر مكانا وأضعه جنبا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوانا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أن ما لهم ولدا أطنعا وإيلا أن اتخذ عند الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب عدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلنة ليقولوا لهم عزها كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا فلم تر أن ما أوسعنا الشياطين على الكافرين تأسهم عزها فلا نعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وقتا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن وددا وقالوا اتخذ الرحمن وددا لقد جئتم شيئا إدام تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن وددا وما ينبغي إلى الرحمن أن يتخذ وددا إن كل من في السماوات والأرض إلا إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتين وكلهم آتين وكلهم آتين ليوم القيامة فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدًّا فإِنَّمَا يَسْتَوْلَاهُ بِنِسَالِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ طَوْمًا غُدًّا وَهَمْ أَنْكْنَا قَبْلًا يَنْطَرْ هَلْ تُحِسْ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ إِكْزَامِ